موسيقى شوفي موضوحة شو سهل طحين منحط لطحين رشة الملح إيمان لي الخل انا شوفي هل بدأ قلهم هاي الخل باكينج باودر باكينج باودر باكينج باودر ومعلقة السكر هدول اللي إيش اسمهم النواشف منحط النواشف مع بعض منحرقهم بالطريقة هاي مهم وبعدين منحط السوائل اللي هم الزيت الزيت الحليب تمام وهلا بنحط البيضة بس البيضة نحط عليها خلو فانيلا اوكي هلا بنحط الزبدة الزبدة مش ضايبة على الأخير نص نص يعني فيها نتفت بس المهم تكون نتفق يعني مش سخنة والزبدة ضروري تكون زبدة حيواني ما تستعمل مرجرين المرجرين بتلزق بالمكينة أهم إشي هلا بريشة منحط نقطة زيت عشان ما ي يلزع بدها نقطة نقطة زيت مش كتير أه والأهم عشان الصبية اللي سألتني عن الطعم البيض المزعج أهم إشي تبدك هيها تطلع زاكي ومحمرة ونحط فانيلا أه كمان تتعني فانيلا تحطي فانيلا جوا أه وإذا حطيتي فانيلا جوا بطلع طعمها بشاهي هيريحت الفانيلا حلوة أه وما بت ما بتزنخ ما بتزنخ أكيد مع الفانيلا خلال أه بس بلش يحمي بلش يحمي ما هلا بنمدير فيه هل انتي بتئمي عن النار؟ عن الفهربان؟ لا لا هو بفق له هاي المكينات إلها علامة المكينات الثانية هلا بورجيكم كيف بس خليني أتأكد بس فا هلا بنحطه هيك خلينا أحط أسرق شوي عشان نمشي معها أه أدألك أحسن طيب بنحطها إحنا بجهاز الوفل أيوا بهاي الطريقة الكمية كيف نعرف قدية؟ بس نعبي الطبقة التحتينية مش الطبقتين لأنه بتطلي على بره بعدين بالطفطف 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 بس نمسحها هيك مسحها هيك خفيفة بس عشان تطلع مضبوطة هاي الماكينة بتأبدها عشر داية هاي بدي أعملها كراميل شايفة؟ هاي محمرينها شوي زيادة نعملها كراميل أحنا ريحة ما في ريحة سنخة أبدا أبدا شفتي؟ نا أبدا شميها بالهاب نا شكرا للمتابعة وما تنسوا تشتركوا بالقناة علشان تشوفوا كل شي جديد موسيقى 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 موسيقى